بسم الله الرحمن الرحيم بسم القراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وقراء مصنفاته في الدارين آمين بعدما تكلمنا على الدعوة سرا وعلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الدعوة جهرا وما حدث لرسول الله والمستضعفين نتكلم على إسلام حمزة سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطالب وكان أخو النبي من الرضاع يعني كان أخوه أيضا من الرضاع أرضعته ثويبة مولاة أبي له يبقى ثويبة مولاة أبي له أرضعت حمزة وأرضعت رسول الله وأرضعت أبو سلم فالتلاتة دول إخوات من الرضاع سيدنا حمزة بن عبد المطالب كان قبل اسلامه اسمه اسد قريش ليه بقى لانه كان يخرج في السحرة اول ما يلاقي اسد يرمي السلاح ويصارع الاسد بيده ويصطاد الاسد بيده ويحطه على كتفه ويدخل به على ايه قريش على مكة فسموه اسد قريش كانش حد يقدر يصارعه ولا حد يقدر يوجهه حتى لما قتل في احد قتل ايه من الخلف غيلة كانش حمزة في الجيش كأنه جيش حد يقدر يوجهه رضي الله عنه وارضه كان عنده قوة وثبات تخيف اي انسان يوجهه رضي الله عنه وارضه ومات طبعا شهيدا في احد وهو من ضمن شهداء احد لما بنروح نزور احد بيبقى سيدنا حمزة واميرهم فبيتكلم هنا بيقول الشيخ في الكتاب وكان بعض ايذائهم هذا سببا لاسلام عمي حمزة بن عبد المطالب فقد ادركته الحمية عندما عيرته بعض الجواري باذاء جهل ابن اخيه فتوجه الى ذلك الشقي وغضبه وسبه وقال كيف تسب محمدا وانا على دينه يعني هو اسلم غير على نبينا بس ما كانش لسه لا سمع قرآن ولا حاجة هو كان في رحلات بيخرج باستمرار صيد ويرجع فبنت من الجواري ولا مجموعة من الجواري يعني البنات الصغيرين قالوا له ازاي انت أسد قريش كده وابن اخوك قاعدين بيعتدوا عليه وبيضيقوه بيمنعوه ان هو يعبد ربه كما هشاء فقال لهم مين اكتر واحد بيزيه قال له ابو جهل فرح لابو جهل ايه ورح شتمه ونادى عليه وشتمه وسبه وقالك هاي فتؤذي محمدا وانا على دينه يبقى يدخل في الدين ايه حمية لأول غضبة لنبينا عشان يحميه العجيب بقى ان هو بعد ما قال كده روح بيته قال له انا اللي عملته ده اسيب دين أبائي وبعد ما راحت بقى الحمية فرح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزيل حيرة فالنبي اتلع عليه القرآن ودع له فامتلأ قلبه ايمانا بدعوة النبي بعد كده بقى داخل الاسلام داخل بالاسلام بقى دين حقيقي مش دين حمية ولا عصبية ثم انار الله بصيرته بنور اليقين حتى صار من احسن الناس اسلاما واشدهم غيرة على المسلمين واقواهم شكيمة على اعداء الدين حتى سمي اسد الله كان هو اسد قريش النبي سمى بعد كده ايه اسد الله بعد ما اسلم اسد الله وكما اوذي الرسول صلى الله عليه وسلم اوذي اصحابه لاتباعهم له احنا المجلس الماضي تكلمنا على اذاء المستهزئين للرسول صلى الله عليه وسلم ان كافينك المستهزئين اللي نزلت فيهم الآية فحنتكلم النهاردة على اذاء الصحابة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من ليس له عشير تحميه وترد كيد عدوه عنه وكل هذا الاذى كان حلوا في اعينهم مدام فيه رضى الله فلم يفتنوا عن دينهم بل ثبتهم الله حتى اتم امره على ايديهم وصاروا ملوك الارض بعد ان كانوا مستضعفين فيها كما قال جل ذكره في سورة القصص ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكنهم في الارض فقد حقق ما اراد ومن الذين اوذوا في الله بلال ابن رباح اللي هو مؤذن النبي معروف كان عبد عند امية ابن خلف ومن الذين اوذوا في الله بلال ابن رباح كان مملوكا لامية ابن خلف الجمحي القراشي فكان يجعل في عنقي حبلا ويدفعه الى الصبيان يلعبون به وهو يقول احد احد لم يشغله ما هو فيه عن توحيد الله وكان امية يخرج به في وقت الظاهرة في الرمضاء الرمضاء اللي هي الرمل شديد السخونة يعني عارف رمل مكة ده في عز السخونة لو حطيتها عليه قطعة لحمة تندق من شدة حرارته فكان هو بقى يخرج به في هذا الوقت ويقلعه هدومه وينيمه على ايه على هذا الرمل ويحط كمان فوقه صخرة وكان امية يخرج به في وقت الظاهرة في الرمضاء وينرمل الشديد الحرارة لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت ثم يؤمر بالسخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد الله والعزة فيقول احد احد يبقى اول من ذكر الله بالاسم المفرد كان سيدنا بلال وايده النبي على الزكر بالاسم المفرد يوجد بعد الناس اللي انت اعترض على الزكر بالاسم المفرد يرجعوا للسيرة بقى ويقروا عشان يتعلموا لان ده اعتراض لا وجه له لان النبي ايده وكان يقول احد احد واحد من اسماء الله ولم يأتي في القرآن الا مرة واحدة في سورة ايه الصمدية اللي هي سورة الاخلاص لأن الأحدية لا تتكرر فربنا جابه مرة واحدة لا تتكرر إنما الواحد جاكتير لأن الواحد يتعدد في التجليات في المظاه إنما الأحدية لا تقبل الظهور وبالتالي يجي مرة واحدة مر به أبو بكر يوما فقال يا أمي أما تتقل لا في هذا المسكين حتى متى تعذبه قال أنت أفسدته فأنقذه مما ترى فاشتراه منه وأعتقه فأنزل الله فيه وفي أمي في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لأول وأمي بن خلف الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى والصديق الذي يؤتي ما له يتزكى لأنه اشترى بماله فأعتقه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى بما يعطيه الله في الأخرى جزاء عماله وقد نبه الله جل ذكره على أن بزل الصديق ماله في شراء بلال وعتقه لم يكن إلا ابتغاء وجه ربي وكفى بهذا شرفا وفضلا للصديق ديقي رضي الله عنه وأرضاه وقد أعتق غير بلال جماعة من الأرقاء سيدنا أبو بكر أعتق كثير بقى من الأرقاء كل ما يمر على وعن الله بيعزب العبد بتاعه يعتقه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ومنهم حمامة أم بلال أم بلال اسمها حمامة كانت برضو بتعذب وكانت إيه أمان وعامر بن فهيرة كان يعذب حتى لا يدري ما يقول وأبو فكيها كان عبدا لصفوان بن أمي بن خلف ومنهم امرأة سمى زنيرة عذبت في الله حتى عميت فلم يزدها ذلك إلا إيمانة كان أبو جاهل هو اللي بيعزبها زنيرة دي زنيرة دي عجيبة كان يحط الحديد المحمي على دماغها ففقد البصرها مسكين فأم قال لها إيه قال لها شفتي لما تركت الأليها أفقدوك بصرك قالت الأليها لا تدر ولا تنفع الله سبحانه وتعالى قرر أن يرد لي بصري فمر عليها أن يملأهم بصر قال سحرك محمد يعني حتى شوف ما يعني يعني ما فيش فايدة مع الكفار دول ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون حتى يروا العذب الذين زي ما ربنا قال لك فربنا ردلها بصرها آية علشان دول يتعزوا لكن لا التعاط رضي الله عنها وكان أبو جاهل يقول ألا تعجمون لهؤلاء وأتبعهم لو كان ما أتى به محمد خيرا ما سبقون إليه أفت أسبقنا زنيرا إلى رشد يستهزأ به يعني لو كان اللي جايبه النبي ده حاجة كويسة ما كانوش يسبقونا إحنا الأشراف الكبار العظماء حيسبقونا إحنا شوية العلم الربش دول العبيد دول متكبر يعني فأنزل الله في سورة الأحقاف وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه هنا للذين أمنوا يعني عن الذين أمنوا وقال الذين كفروا لبعضهم عن الذين أمنوا يبقى شوف للذين أمنوا يعني إيه لبعضهم عن الذين أمنوا يسموه تضمين يسموه إيه تضمين يضمن لك جملة محزوفة يدلك عليها حرف التعدي لأنه وقال الذين كفروا للذين أمنوا هما راحوا للذين أمنوا وقالوا كده ولا هما قالوا لبعضهم لو كان خيرا ده قالوا لبعضهم يبقى وقالوا لبعضهم عن الذين أمنوا فكان المفروض يقول وقال الذين كفروا عن الذين أمنوا لو كان خيرا مش كده لكن يفجأك القرآن وقال للذين الله لما يجب لك بقى حرف تعدي غير متوقع تعرف أنه بيضمن لك جملة يسموه في علم البلغة إيه التضمين يعني ضمن لك جملة محزوفة فنفه من معناه وقال الذين كفروا لبعضهم البعض عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه ده اسم التضمين وحتاجده كثير في القرآن إن شاء الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وممن أعتقى أبو بكر بعد شرائه أم عبيس كانت أمة لبني زهرة وكان يعذبهم الأسود ابن عبد يغوث وممن عذب في الله عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه وكانوا يعذبون بالنار فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت يعني كمان إيه الله مغفر لآل ياسر وقد فعلت يعني ربنا قال له في الحال استجبت فقال له وقد فعل وقد فعلت يا رب غفرت لهم خلاص ده إخبار برضو كرامة لهم كبير وأما أبو عمار وأمه فمات تحت العذاب رحمهم الله وأما هو قال له سيدنا عمار فثقل عليه العذاب فقال بلسانه كلمة الكفر عشان يخفوا عنه فإن أبا جهل كان يجعل له درعا من الحديد في اليوم الصائف ويلبسه إياه الصائف يعني شديد الحرارة فقال المسلمون كفر عمار قاله البعض لأنه ونطق كلمة الكفر عشان يرفع عنه العذاب فقال صلى الله عليه وسلم عمار ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه يعني إيه من رأسه لساسه زي ما يقوله المصريين فرقه اللي هو إيه رأسه يعني فرق الشعر مفرقه يعني إلى قدمه يعني إيه يعني من فوقه لتحته كده قد له حتى في رواية عن سيدنا رسوله يقول إيه لقد دخل الإيمان في عمار إلى مشاشة عظامه يعني تخلى الكل زرة فيه رضي الله عنه وقال إن الحق مع عمار ربنا ألهمه الحق مع عمار لدرجة لما كان يحصل خلاب بين الصحابة في رأي معين يوم يبصوا العمار يشوفوا ياخد رأي إيه يمشوا وراء لأن النبي قال إيه الحق مع عمار رضي الله عنه وطبعا سيدنا عمار قتل إيه شهيدا في صفين مع سيدنا علي بن أبي طالب اللي قتلوا اللي خرجوا على سيدنا علي يبقى نطق كلمة الكفر وقلبه مطمئن إيه بالإيمان وعشان كده عنزل الله في شأنية استثناءا في حكم المرتد فقال جل ذكره في سورة النحل إلا من كفر من كفر بالله من بعد إيماني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره إيه خرجت سيدنا عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني معناه ولكن برضو ضمن جملة ولكن من كفر بالله منشرحا صدره هذه تضمينه هتلاقي التضمين كتير في القرآن عايز واحد مصحصح يتضعب ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم كتير في القرآن في تضمين على فكرة زي مثلا احدي لك مثال كده حدي لك المثال ده بالذات لان في ناس كتير فهمها غلط للأسف بيقول ايه واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا امرنا مترفيها يفسقوا هو ربنا يؤمر بالفسق مستحيل وما الامرنا ايه امرنا مترفيها بالعدل ففسقوا فيها شوف تضمان لك معنا لان احنا عرفنا مضمن منين ان ربنا ان الله لا يأمر بالفحشاء والفسق فحش يبقى مستحيل يبقى ربنا امرهم يفسقوا يبقى واذا اردنا ان نهلك قرية وربنا بيهلك القرى الظالمة يبقى كأن صفة القرية محزوفة للعلم به كأنه بيقولوا اذا اردنا ان نهلك قرية ظالمة فهمت ازاي ايه محزوف شوف الحسف قد ايه كل دا تفهموا طول ما انتماشي في القرآن الحسف مضمن فهمت واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها اي امرنا مترفيها بالعدل والقسطي واخد بالك ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدمير اهو دي شوف دي امثلة بقى ايه لاشياء كثيرة تجد فيها اشياء محزوفة في القرآن لكنها مرادة محزوف ولكنه مراد غير مهمل وممن اوذي في الله خباب ابن الارت خباب ابن الارت دا كان حداد بيعمل ايه اسلحة وبيعمل سيوف ويعمل سككين حداد ويسموه قينة القين يعني حداد قينا وكان قينا وممن اوذي في الله خباب ابن الارت ثم اردت ليه لانه كان عنده لدغة في لسانه فالارت اللي هو الادغة في لسانه في الكلام خباب ابن الارت ثبي في الجاهلية فاشترته امه انمار وكان حدادا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يألفه قبل النبوة يعني النبي عبدالقيب للنبوة كان يزوره ويسلم عليه ويعد معاه فلما شرفه الله بها أسلم خباب فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي بالحديد المحمى فتجعلها على ظهره ليكفر فلا يزيده ذلك إلا إيمانا وجاء خباب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوسد برده أو متوسد بردة في ظل الكعبة والبرد عبارة عن كساء كده عربي غليز منسوك باليد من الصوف وسعتي بمقلم يسمون نمرة فكان يستعملوا العرب يعني حتى الفقراء كانوا يستعملوا فالنبي متوسد يعني عملها زي مخدة في ظل الكعبة مر عليه سيدنا خباب طبعا وهو في أسار العذاب موجودة فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا فقاعد صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه يعني غضب صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان من قبلكم ليمشت أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ويوضع المنشار على فرق رأس أحدهم فيشقوا ما يصرف ذلك عن دينه وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه كلمة دي يقولها النبي في وقت الضعف ده دليل إن أيه من علامات نبوته لأنه إخبار بالغيوب لأنه العقل ما كانش يتوقع هذا دول مستضعفين وعددهم بسيط ما يجوش تلاتين اربعين واحدة وبعدين النبي يقول له الكلام ده إنه حيظهر هذا الأمر لدرجة أن الإنسان ينتشر الأمان في جزيرة العرب والوحيد يسافر البلاد البعيدة ما يخافش على حاجة آه يبقى دي علامة من علامات نبوة نبينا بالإخبار بالغيوب قال ذلك صلى الله عليه وسلم وهو في أدي الحال الشديدة التي لا يتسور فيها أعقل العقلاء وأنبل النبلاء قوة منتظرة أو سعادة مستقبلة اللهم إلا أن ذلك وحي يوحى إليه ثم أنزل الله تعالى تثبيتا للمؤمنين أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين والعلم هنا علم إيه؟ علم حج وبرهان مش إنشاء علم جديد لأن ربنا عالم يقول كل شيء لكن إلا يعلمن بإقامة الحج والبرهان وممن أوذي في الله أبو بكر الصديق ولما اشتد عليه الأذى أجمع أمره على الهجرة من مكة إلى جهة الحبشة فخرج حتى أتى بارك الغماد وبرك الغماد ده موضع في اتجاه اليمن من مكة في اتجاه اليمن على بعد خمس ليالي اسمه بارك الغماد منطقة فلقيه ابن الدغنة وهو سيد قبيلة عظيمة اسمها القارة فقال إلى أين يا أبا بكر فقال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي فقال ابن الدغنة مثلك يا أبا بكر لا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق يعني فيك صفات طيبة إزاي تسيب بلدك وانت راجب من أهل الصفات الكريمة اللي هي نفس الصفات اللي قالتها ستنا خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم برده لما نزل عليه الوحي تكسب المعدوم يعني إيه يعني تعطي المعدم المعدوم إيه بمعنى المعدم اللي لا يجد مال اللي يسموه المصريين إيه على الحديدة وحتى الحديدة بعد ده اسمه إيه المعدوم زي الوقت إيه حوالي 40% من شعب المصر على دي الحال واخد بالك فده يعمل إيه يكسب المعدوم يا ديه صفة الغني المفروض إن يكسب المعدوم مش يزداد غنى ويزود الناس فقر زي التجار الجشعين وزي رجال الأعمال الجشعين المفروض بقى يتعلمهم من ستنا أو بكر يكسب المعدوم في هذا الزمان إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل والكل اللي هو الضعيف يعني لو لقيت واحد ضعيف تحمله يعني تركبه معاك تاخد بيده وتقري الضيف يعني إيه تكرم الضيف وتعينه على نوائب الحق يعني المصائب التي إيه تصيب الناس بأقدارهم فأنا لك جار يعني أنت حتبقى في جواري في حمايتي ارجع ودخلك في جواري كان في حاجة اسمها إيه نظام الجوار الوقتي في العصر بتاعنا سموه الكفالة بس الكفالة في العصر بتاعنا ده الناس بقيت تسيء استخدامها بدلا بتبقى مواساة بقيت استغلال يعني الكفيل يستغل الكفلاء بتوعه أسوأ استغلال الآن في حين أن الكفالة أصلا عقد عند المسلمين المقصد منه المواساة ورفع الظلم عن الضعيف وأخذ بها لك وأخذ بيدي الوقتي بتستخدم بطريقة سيئة لأن النفوس بقت سيئة لكن إيه الجوار هنا معناها حتبقى في حمايتي وده رجل زعيم قبيلة فما يروح لمكة يقول لهم ده في حمايتي وهو كمان قبلته على طريق تجارتهم يقوموا يخافوا يغفروه يعني إيه يغفروه يعني إيه يعني لا يرعوا إيه حرمة زمته يقوم سئدنا أبو بكر يعيش في أمان فأنا لك جار يعني مجير لك مدافع عنك فارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل ابن الدغن معه وطاف في أشراف قريش فقال لهم أبو بكر لا يخرج مثله أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويسل الرحم ويحمل الكل ويقرد ضيف ويعينه على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا له مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها ما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤزين بذلك ولا يستعلن يعني ما يعلنش عن الدين فقالوا له احنا موفقين جوارك بس بشر إن أبو بكر يعبد ربه في بيته وما يعبدش ربه في الكعبة ولا يعلن عن الدين بتاعه ولا يدعو إليه فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدى لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره انت عارف الدار بيبعى عبارة عن يعني قطعة أرض وسعة فيها مكان فاضي وبعدين فيها مبنى عسكن فيه فجاء في المكان الفاضي دس إن أبو بكر فكر إن يبني له مسجد في هذا الفناء يعبد ربه فيه وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وابنهم وهم يعجبون منه وينزرون إليه وكان رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن سيدنا أبو بكر عمل المسجد وسبب داره مفتوح فكان ما ييجي يصلي يبكي والناس طبعا يتعجبوا إيه اللي بيجي الراجل كبير كده وقعد بيبكي يعني ويركه القرآن يبكي فابتدوا يكتمعوا عليه ويسمعوا ويقول إيه وبعضهم بقى يحن إليه وبعضهم هيكاد يدخل في الإسلام فإيه قريش اتداقت من المسألة دي أنت كده رجعت تاني تستعلم إحنا ما أنت فيه أنك تقفل بابك وما تسيبش بابك مفتوح إيه أنت ليس هيب بابك مفتوح فيم فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة الدغنة والدغنة والدغنة كل ده صحيح من حيث التشكيل يعني فقدم عليهم فقالوا إن كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد رباه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن باستلاته القراءة فيه وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وابناءنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد رباه بفناء داره فاعل وإن أبأ إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا منقردين لأبي بكر قالوا يعني رجع له الأمان بتاعك علشان هو ما وفاش بالشرط وإحنا نكره أن إحنا نخفرك ونؤذيه وهو في أمانك فأتى ابن الدغنة أو الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك وأرض بجوار الله وهذا الحديث روى الإمام المخاري في صحيح وكان ذلك سببا لإيصال أذى عظيم إلى أبي بكر رضي الله عنه وبالجملة فلم يخلو أحد من المسلمين من أذية لحقته ولكن كل ذلك ضع سدى تلقاء ثباتهم معظيم إيمانه فإنهم لم يسلموا لغرض دنيوي يرجون حصوله فيسهل إرجاعهم ولكن وفقهم الله لإدراك حقيقة الإيمان فرأوا كل شيء دونه سهلا ولما رأى كفار قريش أن ذلك الأذى لم يجدهم نفعا بل كلما زادوا المسلمين أذى ازداد يقينهم اجتمعوا للشورى فيما بينهم فقال لهم عطبة بن ربيع العبشمي من بني عبد الشمس بن عبد مناف وكان سيدا مطاعا في قوم يا معشر قريش ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا عن له يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنه قالوا يا أبا الوليد قم إليه فكلمه فذهب عطبة بن ربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد فقال يا ابن أخي ودي مقدمة تودد يعني يا ابن أخي بيتودد لي إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم يعني عقولهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع فقال يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى فقال صلى الله عليه وسلم لقد فرغت يا أبا الوليد قال نعم قال فاسمع مني فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون أول موصد النبي صلى الله عليه وسلم فإني أنظرتكم صاعقة ارتجف قلب الرجل فأمسك عطبة بفيه يعني بفام النبي قال له كفاية وناشده الرحم أن يكف عن ذلك فلما رجع عطبة سألوه فقال والله لقد سمعت قولا ما سمعت إذ لو قط والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة ولا بالسحر يا معشر قريش أطيعوني فاجعلوها بيه خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا فوالله لا يكونن لكلامه الذي سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فعزه عزكم عنده حكمة برد فقالوا لقد سحرك محمد فقال هذا رأي ثم عرضوا علي بعد ذلك أن يشاركهم في عبادتهم يعني الكفار عرضوا على النبي قالوا له طب أنت أليهتنا يوم وإحنا نعبد ربك يوم طب أنت أسبوع وإحنا أسبوع طب أنت أسبوع يعني إيه وإحنا يوم واحد طب أنت شهر وإحنا من المغرب للعاصر يعني عايزين إيه بأي طريقة يعني يودوا لو تدهنوا فيدهنوا المدهنة اللي يعني إيه أنه يتنازل عن بعض دينه فأنزل الله تعالى في ذلك قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في الحال لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل لكم دينكم وليدين فلا تتوهموا أني أجيبكم لطلبكم من الإشراك بالله فأيسوا منه وطلبوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذنب الأوثان والوعيد الشديد فأتي بقرآن غيره أو يبدله قالوا طب خلاص أقول القرآن بس الآيات اللي فيها ذنب الأصنام والحاجات دي إيه بلعنها زي ما بيقولوا لنا الوقت برد أقول القرآن بس الآيات الجهاد والقتال بلاش هي هي نفس الأسليب هي هي مش كده برده وبلاش بقى تقول لقد كفر الذين قتوا الكتابة وكفر اليهود والنصار بلاش كده بقى وكلنا مؤمنين وحلوين وهم نفس الطريقة هي هي لأن أصل الشيطان والنوازع البشرية هي هي ما بتتغيرش يخد بالك فالحوارات هي هي فأيسوا منه وطلبوا بعد ذلك أن ينزع من القرآن ما يغيظهم من ذنب الأوثان والوعيد الشديد فيأتي بقرآن غيره أو يبدله فأنزل الله جوابا لهم في سورة يونس قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقد حصل له مع كفار قريش نادرة تكون لمن استهان بالضعيف كمصباح يستضاء به وهو أنه بينما الرسول صلى الله عليه وسلم مع كبراء قريش وأشرفهم يتألف ويعرض عليهم القرآن وما جاء به من الدين إذ أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وهو ممن أسلموا قديما والنبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بالقول وقد لقي منهم مؤانسة يعني النبي إيه وجدهم أنهم منصتين فالنبي عنده أمل أن يسلموا دول أشرف قومهم لو أسلموا كل مكة تسلم وقد لقي منهم مؤانسة حتى طمع في إسلامهم فقال له عبد الله عبد الله بن أم مكتوم بقى أعمى ماذا أخذ باله يا رسول الله علمني مما علمك الله وأكثر عليه القول فشق ذلك على الرسول وكره قطعول كلامي وخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون التفات لذلك المسكين ينفر عنه قلب أولئك الأشراف فأرد عنه فعاتبه الله على ذلك بقوله أول سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفع الذكر أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله فما عبس رسول الله بعدها في وجه فقير وكان إذا أقبل علي عبد الله بن أم مكتوم يقول له مرحبا بمن عتبني فيه رب هذه الآية آيات سورة عبس فيها تفسير آخر أن النبي ربنا عتبه لا لكونه عبس فالعبس لم يكن النبي فهم عتب ربنا سبحانه وتعالى للنبي في قوله سبحانه وتعالى أما من جاءك يسعى فأنت عنه تله كلا إنها تذكر فهو إن شغل عن الذي جاءه مريد الهداية واخد بالك وتوجه لمن كان لا يريد الهداية فده محل العتاب في حين أن النبي لما فعل ذلك فعل ذلك فوق ما طلبه الله منه لأن ربنا قال له إيه قال له إن أنت إلا نذير لا عليك ألا يعني يزكه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ليس عليك هداهم ليس مفروضا عليك أن يهتد يعني أنت بريء عندي بكل حال لكن شفقة النبي كانت تجعله يتنازل عن هذا الحق فيتودد لهم أحيانا ويديهم فرصة ويتحمل تجههمهم فكان بيفعل فوق مراد الله منه اجتهادا اجتهادا فلمه الله له لا عليه قال له ارجع للمطلوب منك ولا تفعل فوق المراد كأنه هنا اللوم غيرة على النبي فهمت بقى ويبقى العبس هو ايه الكفار لأن طبيعة الكفار هي اللي بتعبس خصوصا أن مجموعة هؤلاء اللي جلسين كما ورر في حديث روال إمام الترمزي بأسانيدي أنه كان منهم الوليد بن المغيرة والوليد بن المغيرة هو ده الذي عبس وبصر وأدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحن يؤثر قبل كده فالوليد بن المغيرة يبدو أنه هو عادته العبوس فيبقى العابس في سورة المدسر هو العابس في سورة عبس لهو الوليد بن المغيرة وكان في وسط هؤلاء الأشراف ويبقى الآيات نفهمها ازاي عبس الكافر وتولى عن سماع الحق أن جاءه الأعمى عند مجيء الأعمى للنبي وجاء هنا جاءه بلفظ الخطاب بلفظ الغيبة يعني الغائب جاءه ما قالش جاءك لقل بالعهد بالعبوس حتى يعني يبعد عنه شميمة أي قبيح وليس ملتفات في لغة العرب يلتفت بالدمير يبقى عبس الكافر وتولى عن سماع الحق عندما جيء الأعمى لهذا النبي وما يدرك أيها العابس لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكر ثم توجه الخطاب للنبي بعد ذلك عتابا له لعليه إنه تحمل عبسهم وتنزل عن حقه وكلامهم عبسون فكان الأولى كأن الله غار على النبي فيقول له عبس أو تولى أن شاء الأعمى ويذكر أو يذكر أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت لو تصدى يعني كأن الخطابين توجبا للنبي كيف تتصدى وتواجه الذين استغنوا عنك وعبسوا في وجهك فإن هذا ليس المطلوب منك المطلوب منك أن تقبل على من أقبل عليك وتعرض عن من أعراض عنك فيبقى النبي كان يقبل على الكل فربنا غار عليه قال له لا لا تقبل على المقبل عليك ولا تقبل على المعارض يبقى كأن النبي فعل فوق المراد يبقى هنا عتاب لكسرة اجتهاد النبي وليس لقلة اجتراس النبي فهم وعلى شكل قال له إيه فأنت أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة يعني أنت مذكر فقط تكلم المقبل وتعرض عن المعارض لأن ليس عليك أن لا يزكى يعني لا تسأل عن عدم زكاته أو ايه أو على فساده لأنه ليس ايه لست مكلفا إنك أنت تحصل الإيمان لهم ليس من التكاليف اللي أنا ألومك عليه شكله في سبط البكر قال له ايه لا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال له كمان ليس عليك هداهم ليس مفروضا عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فده فهم آخر لسورة عبس إيه وإن كان يعني قال لا وقاله قبل كده زمان الدوودي في تفسيره قاله أن العبس هنا هو الكافر ولكن للأسف كثير من المفسرين مشوا على أن العبس هو النبي فلا يليق أن ربنا يصف الكافر بالعبوس في سورة المدرسر ثم يصف النبي بالعبوس كسفة الكافر في سورة أخرى يعني هذا مستبعد ليه بقى لأن القرآن ما جاء إلا لبيان فضائي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده رسول الله كان كل ما يقابل إيه سيدنا عبد الله يقول مرحبا بالذي لمن يربي فيه لما هو يعني إيه لمن يربي لأني فعلت فوق المراد مش لمن يلي لأني فقصرت عارف أنت زي ما تلاقي مثلا إيه ابنك بيذاكر ومجتهد والوان ما بينامش كل ما تصحب الليل بتيجي تشرب ولا حاجة ليه لست يا صاحبي زاك تقول لي يا ابني ما كفاء عليك كده من أين بقى كفاء عليك كده يا ابني ربنا حيوفقك ما تخافش يبقى أنت لما بتلوم ابنك كده أنه صار عن زعلان منه ولا هو بيفعل فوق الطاقته لأنت بتبقى معجب به وأنت بتلومه صح ولا لا أهو كده اسم اللوم له لا عليه يعني كأن النبي فعل فوق المراد فلمه الله إلى أن يرد نفسه إلى المراد كان بيوسيه يقول له إيه لعلك باخر عن نفسك قال ليه يكون ممين أنت حتهلك نفسك حزنا عليهم سبهم أنا اللي خلقتهم وأنا أدرى بيهم أنت بس تقول لهم اللي يستجيب يستجيب ونستجيبش ما تقلقش أنت حبيبي متزعلش كأن الحزن اللي ييجي في قلب النبي كان ربنا سبحانه وتعالى يغار على قلب النبي أن يحزن فهذه الأيات بهذا الفهم تدي لك المعنى الآخر ما يليق بكرامة هذا النبي عند مولان إنما العبوس بمعنى أنه هو لوم عشان عبس ففيها معنى أن النبي قصر وفيها معنى التقصير وأن ربنا رد والنبي لم يقصر فأي تفسير يوحي بتقصير النبي يعرف أنه تفسير باطل ولو قاله كل المفسرين فيهم لأن النبي بالإجماع لم يقصر فلما يجي تفسير يدل على أن النبي قصر تعرف أن التفسير ده يخالف ما عليه الأصل تقول لي أصل فلان قال وفلان قال يا عم فلان يقول اللي يقول لكن الأصل أن النبي لم يقصر في دعوة ربك بل فعل فوق الاجتهاد إلى أن قاد أن يصل إلى الإجهاد فرده الله إلى الاجتهاد دون إجهاد فالاجتهاد سنة نبيك والإجهاد ليست سنة نبيك يعني أعبد ربك مجتهدا ولكن بغير إجهاد هذه الحكاية ولما رأى المشركون أن هذه المطالب التي عرضونها لا تقبل منهم أرادوا أن يدخلوا في باب آخر وهو تعجيز الرسول بقى عايزين يعجزوا بقى ما هو مش عارفين ياخدوا منه أي حاجة قالوا خلاص نسألوا بقى حاجات ما يحرفش يعملها لهم نصبت عجزوا فابتدوا بقى يحوروا بطرق تانية يروحوا لليهود يقولوا له مثلا عايزين نسألوا أسئلة ما حدش يعرف إيجابتها خالص يقولوا له ما يسألوا عن الروح يسألوا مثلا أول طعام حياكلوا أهل الجنة إيه لما يدخلوا حاجات ما حدش يعرفها خالص دي وبعدين يقولوا كان فيه راجل زمان في التاريخ القديم طواف الأرض وربنا ملكه الأرض خليه يحكي لنا قصته وهو عارفين أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب آه يعني أسئلة تعجزية وبعدين كانوا إيه كمان يطلبوا منه حاجات بقى إيه متعلقة بالأكوان بقى صعبة يعني معجزات بقى يعني شكرا إيه أرادوا أنهم يتعاملوا معاه طريقة أخرى بطريقة أخرى ولما رأى المشركون أن دي المطالب التي يعرضونها بها يعرضونها لا تقبل منهم أرادوا أن يدخلوا في باب آخر وتعجز الرسول بطلب الآيات يعني المعجزات فاجتمعوا وقالوا يا محمد إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك يعني هم كمان اللي حيطلبوها منه وكت يوم الأمر ليلة كت ليلة الأمر كامل قدامه قالوا له لو كنت صادق إحنا حنقترع عليك آية تعملها لنا لو كنت صادق شو قلنا الأمر ده قال يعني بقى حاجة يعني إيه ما دي معجزة برضو يعني محدش يقدر يعمل ولو كالت ناس ولا أمريقا بالكاف بالقاف كده عشان نفخمها يعني بلاش نقول بالكاف عشان الكاف حروف ترقيق أمريقا نفسها يا سيدي ما تعرفش تشوق الخم بكل طاقاتها النووية وغير النووية فقيمت إزاي فبيقولوله يعني حاجة صعبة ولا تستطيع أمريقا نفسها أخذ بالك إزاي فالمهم يا سيدي فاجتمعوا وقالوا يا محمد إن كنت صادقا فأرنا آية نطلبها منك وهي أن تشق لنا القمر فرقتين فأعطاه الله ودي المؤجزة وانشق القمر فرقتين بإشارة النبي أصدر كده فلقوا فرقة كده وكده والجبل بينهم إيه ده ده حاجة غريبة قالوا لا ده سحرنا لا ده سحرنا ده ده حاوي بقى ده حاوي وساحر فواحد منهم معاقل كده قالوا حتى لو سحرنا مش هيسهر الناس جميعا نسأل الناس اللي بعيدة القبائل اللي جاي المسافرة فسعروا الناس اللي جايين قالوا آه ده احنا في الليل وإحنا مسافرين ليه شوفنا القمر في اللحظة فعلا حاجة غريبة فقالوا إيه سحر مستمر يعني سحر أهل الأرض كلها مستحرنا بس أخذ بالك وهي أن تشق لنا القمر فرقتين فأعطاه الله ودي المؤجزة وانشق القمر فرقتين فقال رسول اشهادوا و هذه القصة رواها عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين رويت عنه من طرق كثيرة وراها عبد الله بن عباس وغير وراها عنهم جمع غزير حتى صر الحديث كالمتواتر وقد ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى في أول سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر فحينما رأى المعاندون هذه الآية الكبرى قال بعضهم لبعض لقد صحركم ابن أبي كبشة فأنزل الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ثم سألوا الرسول بعد ذلك آيات لا يقصدون بذلك إلا التعنت والعنات فمنها أن قالوا كما في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع والعجب أن ربنا أفجر لهم الينبوع زمزم لجد اسماعيل وانتوا عايشين منه لكنهم مش مبصرين ما ربنا أفجر هذا انتوا عايشين بزمزم بقى الكو قرون من اللي فجرها ما هو جبريل لا يبيه إسماعيل علشان انتوا تتولدوا وعشان هو ييجي في هذا المكان لكن هما مش مدركين هذه المعاني عمي عمي مش مدركين لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير وربنا أجعله جنات عرضوا السماء والأرض يعني كل اللي بيكترحوه على فكرة ربنا عمله له خد بالك كل اللي بيكترحوه ربنا عمله له لكن هما عميان مش شايفين أو يكون لك بيتهم من زخرف ربنا سبحانه وتعالى عيدي للنبي بيوت في الجنة عجيب إذا كان ستنا خديجة إحدى زوجات النبي ليها يعني بيت من لقلقة مجوافة مش كده برضو قال لها إيه بيت من إيه من قصب يعني لقلقة مجوافة يعني بيت مبني كله لقلقة واحد إيه ده ده بيت زوجته ما البيوته هو يبقى إيه بقى فيعني النبي واخر الكلام ده كله محقق للنبي يخد باله أو يكون بيتهم من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيق حتى تنزل لنا كتابا نقرأ رقى في السماء في المعراج وأنزل عليهم كتابا يقروا القرآن كل اللي حصل حاجة غريبة كل حاجة حصلة وهم مش شايفينها عشان تعرف وإن يروا كل آية يعرضوا فالآيات كلها واضحة ولم يجبهم الله إلا بقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا لأن الله علم ما تكنه جوانحهم من التعصب والعناد فلا يؤمنون مهما جاءهم من البينات كما قال جل ذكره في سورة الأنعام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وكيف يرجى الخير ممن قالوا كما في سورة الأنفال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه كان لو قالوا كده يبعنا يهديهم وهذه سنة من سنن الأنبياء إذا رأوا من طلاب الآيات عنادا وأنهم يطلبونها تعجيزا لا يسألون الله إن فاذ هذه الآيات كي لا يحل بقومهم الهلاك كما حصل لعاد وثمود وغيرهم وهذا هو المراد من قوله تعالى في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وقد حصل للمسيح عليه السلام أنه لما وقف أمام هيرو دوس طلب منه آية فلم يجبه إلى طلبه فلما رأى ذلك سخر منه ورده إلى عدوه بيلاطس بعد أن كان يأسف عليه وتمنى لقاءه وذلك مذكور في إصحاح الثالث والعشرين من إنجيل لوق يعني اللي منع سيدنا عيسى أنه يجيب آية زي ما طلبها لأنه لو نزلت الآية وما أمنش حيتخذب بيوم الأرض لكن هو رفض أن ينزل الآية مخافة يكفروا يؤمن ربنا يعجل بعذبهم هذا ولما رأى المشركون ضعفاهم عن مقاومة المسلمين بالبرهان تحولوا إلى سياسة القوة التي اختارها قوم إبراهيم عندما عجزوا عنه حيث قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم أما هؤلاء فازدادوا بالأذى على كل من أسلم رجاء صدهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا بابا إلا ولجوه فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم فسألوا عن الوجه فأشار إلى الحبشة ونتكلم على هجرة المسلمين إلى الحبشة الهجرة الأولى إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي والأهل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة